يعني مثل ما قلنا محاولة أولا تشويه سمعة ثورة الإمام الحسين وتشويه الشعائر من جانب ومن جانب آخر محاولة جر هاولاء الشباب حول هذه الفرصة لهدايتهم يعني هي فرصة مناسبة جدا يعني نشوف دول تشتغل على هذا الموضوع خصوصا من منصات التغاصل الاجتماعي نعم لأنه بالنتيجة هو يخشى من كربلا لأن كربلا هددت كربلا أسقطت حكومة كانت قوية جدا بعض الباحثين الكبار يقول أنه هذه الثورات التي خرجت وهي تنادي لثارات الحسين سلام الله عليه ما هي إلا ارتداد لثورة الإمام الحسين ولذلك إلى الآن الذي يخرج قبل فترات قليلة لا زالت شبابنا أيام قتالهم مع داعش كان حينما يقاتلون يصيحوا لبيك يا حسين بالنتيجة هذه جذوة الحسين هذا الرمز الذي تحول في قلوبنا دائما هم يريدون أن يميعون محاولة تنمية هذا الرمز رمز والثابت ولذلك لاحظت مثلا قبل سمتين ثلاثة طلعوا فد منشور معين الذي يذهب إلى كربلا مننا والذي يذهب إلى الحسين مننا وما يقول كربلا هي الحسين وأنا إذا رحت إلى كربلا رحت للحسين كيف معنى الذي يذهب إلى كربلا مننا والذي يذهب إلى الحسين؟ كربلا مقدسة بقدسية الإمام الحسين لأنه ما يريدون يقولون أنتم تراحين إلى كربلا كمنطقة جغرافية أنتم ما رايحون إلى مبادئ الحسين والإمام الحسين لا أقول هو الذي ذاهب إلى كربلا كل شبابنا مع كل السلبيات التي يمكن أن نرى لكن خلوهم ذول متجهين هذه فرصة لهدايتهم فرصة لصلاحهم أيها أفضل أنا أجيب شاب أخلي بالشارع يمشي في أماكن منحرفة في أماكن موزينة لو يقعد في مجلس الحسين سلام الله عليه موسيقى